أرحب بضيفي من رمالة الوزير الفلسطيني السابق أشرف العجرمي ومن تل أبيب نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق شاول شاي أبدأ مع السيد شاول وأسأله حول ما تريده إسرائيل فعليا من هذه الصفقة بين لائحة الثلاثمائة اسم واستعدادها لربما التمديد الهدنة وتصريحات نتانياهو التي تقول بأن هذه الحرب ستستأنف بعض الهدنة ما الذي فعليا تريده هذه الحكومة أعتقد أنه بداية علينا النظر في المجازر المروعة التي وقعت في السابع من أكتوبر بعد اختطاف أطفال ونساء سيد شاول أعذرني على المقاطع ولكن وقتنا ديق لو سمحت أن تجيبني على السؤال دون العودة إلى الماضي نتحدث نحن عن ما نتوقعه من هذه الصفقة سأجيبك بلد قاطعيني رجاء على أي حال أعتقد أن إسرائيل مستعدة للقيام بذلك الأمر تلك الهدنة على مدار أربعة أيام وسنعمل على التأكد من أن الطرف الآخر وهي حماس ستتم جزئها من هذه الصفقة وسننظر فيما يمكن يحدث في المستقبل لاحقا ولكن نظرا لما يحدث الآن فإنه من الواضح أن إسرائيل بالطبع ستستقنف الحرب ضد حماس بعد الهدنة حتى تدمير قدراتها العسكرية ووجودها من قطاع غزة ونحن نريد أن نستقصل هذا الوجود من قطاع غزة أن حماس تعاملهم المدنيين في غزة وكأنهم دروعا بشرية سيد أشرف العشرمي يعني تبعنا ربما هذا الترحيب الإقليمي والدولي بهذا الإعلان عن صفقة الهدنة ولكن حتى لو كان أكبر خارق ديبلوماسي خلال هذه الفترة المنتدة من الصراع ألا تعتقد أنه اليوم من السابق لأوانه الإفراط في التفاؤل حول ما قد تحمله هذه الصفقة بالتأكيد يعني لا يجوز التفاول أصلا لأن إسرائيل حتى الآن قررت مواصلة العدوان وجرائم الحرب التي تتكبت ضد الشعب الفلسطيني مباشرة بعد انتهاء هذه المدة الهدنة بالتالي وهذا الضمانات التي قدمها الجيش الإسرائيلي والمستوى الأمني للمستوى السياسي الذي وافق في الحكومة على هذه الصفقة إسرائيل ملتزمة داخليا وأمام الإدارة الأمريكية بمواصلة الحرب حتى تحقيق أهدافها وبالتالي هذا لا يجعلنا نتفاعل بأن هذه الصفقة ربما تقود إلى تغيير وقف اطلاق نار شامل صحيح أن الأطراف الأخرى حركة حماس والفصال الفلسطينية وحتى الأطراف العربية تأمل أن يكون لهذه الصفقة مفاعل وتأثير على الحرب بعد ذلك بامتداد الهدنة الإنسانية حسب قرار مجلس الأمن ومن ثم الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار ولكن حتى الآن القرار الإسرائيلي حاسم وواضح مواصلة الحرب حتى النهاية سيد شاول لدي سؤال فيما يتعلق بتصريحات نتنياهو مع انطلاق هذه الحرب حيث كان متمسكا بشرطه لحركة حماس بتسليم كل المحتجزين لديها دون قيد أو شرط اليوم عادت حكومة نتنياهو إلى المفاوضات من خلال إبرام هذه الصفقة مع حماس والتفاوض مع حماس البعض رأى بهذا التراجع بأنه إعلان هزيمة من قبل الجانب الإسرائيلي أعتقد أنه منذ اندلاع الحرب كانت إسرائيل واضحة فيما يتعلق بأهدافها من تلك الحرب أولا هو تدمير القدرات العسكرية لحماس ثانيا وضع نهاية لسيطرة حماس في قطاع غازة وكان أيضا هدف إطلاق صراح كافة الرهائن أحد أهم من الأهداف وقد حاولت قصار جهدها لتحقيق تلك الأهداف في آن واحد ولكن أحسبح الآن الأولوية لإطلاق صراح بعض من هؤلاء المحتجزين نحن نتحدث الآن عن فقط نسبة ضئيلة من المحتجزين ستعمل إسرائيل على إطلاق صراحهم ولكن في نفس الوقت ستستقنف حربها وتستكمل حربها مع أهدافها الأساسية نعم ولكنك لم تجبني عن سؤالي يعني أنا كنت أسأل هنا أنه في ظل كل هذا التفوق الاستخباراتي والقوى العسكرية الضارية الإسرائيلية والقصف السجادي للقطاع لم تتمكن لربما من تحقيق هذه الأهداف التي ذكرتها سيد شؤول وعادت لربما نتيجة أو نتيجة كل جولات القتال السابقة مع حركة حماس والفصائل المسلحة داخل قطاع غزة والتي كانت لربما تنتهي بالعودة إلى طاولة المفاوضات في رأيي أعتقد أنه من البداية أيضا لقد كان من الواضح أن إسرائيل أمام العالم كانت تقول أن الحرب في قطاع مزدحم بالمدنيين بهذا الشكل في قطاع غزة لن يكون من السهل عليها وسيكون أيضا صعب تجنب وقوع ضحايا من الأبرياء وبالتالي أننا نأخذ الأمر خطوة لتحقيق أهداف إسرائيل كاملة حتى وإن عني ذلك استغراق وقتا أطول سنستمر حتى نحقق جميع أهدافنا أشرف يعني البعض يرى أنه اليوم لربما قد تكون إسرائيل أمام فرصة يقول البعض بأنها لن تتراجع قبل أن تستكمل ببدأته في العام 48 من خلال هذه الحرب وخاصة في ظل الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل ما هي الخيارات الفلسطينية المتبقية؟ أتحدث هنا بالتحديد عن خيارات حماس بعدما انطلقت هذه الحرب يعني في الواقع الخيارات أمام الفلسطينيين محدودة للغاية الخيار الأول هو الصمود ومواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الذي لا يعرف ولا يميز بين فلسطيني وآخر سواء في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية ولكن في نفس الوقت أن حركة حماس تعي تماما بأنه لا مستقبل لحكمها في قطاع غزة بعد هذه الحرب وهي مستعدة منذ الآن للتوصل إلى تسوية سياسية في إطار فلسطيني شامل وأعتقد أن هذا هو الخيار الأفضل لكل الشعب الفلسطيني أن نذهب إلى تسوية سياسية على أساس حل الدولتين تكون حماس فيه حركة سياسية ويتم تجريد قطاع غزة من السلاح وتعود السلطة في إطار وطني شامل إلى قطاع غزة هذا هو الخيار الأفضل الذي ربما يجنب قطاع غزة المزيد من التدمير لأن مسألة التهجير التي تطرحها إسرائيل وإن تراجعت عنها رسميا ولكن تنفذها على أرض الواقع لا يمكن أن تتم في ظل رفض الشعب الفلسطيني وفي ظل رفض الدول العربية التي يمكن أن تكون مكانا لتهجير الفلسطينيين سواء المصر أو الأردن في هذا السياق وبالتالي لا أفق للمشروع الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين والقضاء على القضية الفلسطينية من خلال الحرب على غزة وبالتالي من صالح جميع الأطراف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي هذه الحرب مرة وإلى الأبد وأيضا تحافظ على الفلسطينيين المدنيين الأبرياء الذين تعرضون للقتل الجماعي في قطاع غزة سيد شؤول ما رأيك بتصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي اتمر بن كفير في تعليقه حول هذه الصفقة قال بأنها خطأ تاريخي وقال بأن حماس حصلت على ما تريد وهو خضوع لإملاءات يحيى الصنوار ما رأيك بهذه التصريحات في أول تعليق لإتمار بن كفير وزير الأمن القومي على هذه الصفقة قال بأنها خطأ تاريخي وبأن حماس حصلت على ما تريد وبأن إسرائيل خضعت لإملاءات الصنوار أعتقد أن أغلبية الإسرائيليين وبما فيهم جميع وكافة الأحزاب السياسية بالنسبة لهم من المهم أن يقبلوا بتلك الصفقة الآن حيث ولا يجب أن ننظر إليها على أنها إخفاقة ولكن على أنها خطوة في سبيل تحقيق أهدافنا ومن الضروري أن نحافظ على حياة الأبرياء والأطفال والنساء المعرضين حياتهم إلى الخطر في يد حماس وهذا أولوية بالنسبة لإسرائيل وأيضا استمرار تحقيق بقية الأهداف لدينا وقت لذلك ولكن أولا حماية أرواح الأبرياء هذه الأولوية وأرى أن الحكومة كافة بالنسبة لها وبالجزء الأكبر من المجتمع الإسرائيلي يوافق مع تلك الخطوة إلى جانب حكومته أعوذي إليك سيد أشرف العشرمي هناك خوف وقلق كبيرين في مسألة لربما استغلال إسرائيل لهذه الهدنة للتركيز أيضا خلال الأيام المقبلة على الوضع داخل الضفة لأن الوضع هناك لا يدعو أبدا للإطمئنان مع التصعيد الذي تشهده الضفة بشكل يومي ومتصاعد يعني للفلسطينيين ما حقيقة هذه المخاوف؟ يعني هذه مخاوف حقيقية في الواقع لأن إسرائيل لا تشمل موضوع الضفة الغربية في طار وقف إطلاق النار وهناك تصعيد خطير وجدي في الاستهداف الإسرائيلي لكل مناطق الضفة الغربية كما تتحدث وسائل الإعلام بشكل دائم حول هذا الموضوع عمليات القتل اليومية الاجتياحات الاعتقالات هدم البيوت تهجير الناس والاستمرار بسياسة الاستطام بما في ذلك يعني الاعتداءات من قبل المستوطنين وإطلاق النار على الفلسطينيين وتشريدهم من أرضهم هذه مسال مستمرة وهذا برنامج الحكومة الإسرائيلية الأساسية حكومة نتنياهو بنكفير وسموتريتش يعني نقشت على رايتها تهجير الفلسطينيين وضم الضفة الغربية وهذا المشروع مستمر وإسرائيل قد تستغل يعني انشغال العالم في موضوع قطاع غزة وحتى الهدنة المستمرة لمدة أربعة أيام أو خمسة أيام في قطاع غزة من أجل الاستمرار في برنامجها وهذا خطر حقيقي وملموس وقائم طوال الوقت من قبل الحكومة الإسرائيلية العنصرية القائمة حاليا سيد شؤول يعني كما هو الحال كل الأطراف ستحاول أو كل الطرفين سيحاولان الخروج يعني لربما سيد داعيان النصر من خلال أو من جراء هذه الخطوة وتحديدا الجانب الفلسطيني هنا لأنه كل يوم تصمد فيه حركة حماس لربما تعزز من وجودها في القطاع لربما الآن تستغل هذه الهدنة من أجل إعادة ترتيب البيت الداخلي ومن أجل ربما أيضا تزويد المقاتلين بالوقود وبكل الاحتياجات التي كانت شحيحة خلال الأيام الماضية أعتقد أنه من الواضح أنه من الضروري بداية حماية أرواح الأبرياء وأنا أرى أنه بالرغم مما قلته سابقا فيما يتعلق بأن هذه فرصة لحماس لاستعادة قوتها وإعادة وتنظيم أنظمتها واستكمالي واستئناف أعمالها أنا أكيد كذلك بأن وزارتي الدفاع الإسرائيلية قوية بالقدر الكافي للاستجابة لذلك أيضا وأن المختطفين بطرق غير إنسانية يجب أن يكونهم أولوياتنا هنا أي شخص أو أي إنسان على وجه العالم يرى بضرورة حماية الأطفال من يد الإرهابيين وإن كان علينا محاربة الإرهاب فسنفعل وأنا واثق بأننا سننتصر في حربنا على حماس شكرا لضيفي من تل أبي بن أبدى رئيس مجلس الأمن القوم الإسرائيلي السابق شاول شاي ومن رمالة الوزير الفلسطيني السابق شرف العشرمي